مستجدات مشروع أفلوسي المنجز في إطار برنامج مقاولتي لسيدات السادة النواب المحترمين من فريق العدلة والتنمية فلأحدهم الكلمة مشكورة شكراً سيد الرئيس، سيد الوزير المحترم سؤالنا اليوم متعلق بمشروع أفلوسي المنجز في إطار برنامج مقاولة هذا البرنامج كان برعاية الدولة طبعاً ممتلة في وزارة تشغيل هذا البرنامج عوض أن يحقق الأهداف التي من أجلها وضع وأبرزها تشغيل عدد كبير من الشباب وتوفير خدمات للمواطنين نجده اليوم عرف انتكاسة كبيرة وفشل ذريع أصبح هؤلاء الشباب اليوم أمام عملية نصب واحتيال كبيرة وصارهم مهددة بالتشرد بعضهم انتحر فما هي الإجراءات سيد الوزير المحترم المتخداء لإنصاف المتضررين ووضع حد لمعاناتهم وشكراً كلمة لكم جواب سيد الوزير المحترم طبعاً سيد الرئيس سيد هارليب لا يمكننا إلا نتقسم الغضب الذي يتيره تطور هذه المسألة هذا المسروع يهم 400 وجوج الشباب من حاملين بعض المشاريع بعض فيهم بشر العمله بناء على اتفاق كان مع واحد الشركة أسمى كويك موني ودخلت فيها الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات على أساس أنهم يكونوا في نظام ديال الفرانشيز واحد عدد شباباً حاملين للمشاريع للأسف هذه المؤسسة هذه موفات بكل الالتزامات ديالها بعض الخدمات كانت غادت تعطيهم لهم يعملوهم ما أعطيتهم شيء هذه الخدمات إذن وصلوا لواحد الدائقة مالية كبيرة الآن بالنسبة لهذا العدد ديال الناس العدد الإجمالي ديال الوكالة 350 بالمساعدة ديال البنك المغرب لإنه كي يشتغلوا في المال وخص ولا بدمن ترخيص ديال البنك المغرب واحد 320 منهم تم الانخيرات ديالهم في الشبكة ديال وفاكاش التي تعطيها تقريبا نفس الخدمات 48 من هذه الشباب لم يستوفوا الشروط المطلوبة من طرف وفاكاش وتمت المواكبة ديال 220 منهم يعني التلتين ديال الميل فات 109 مشاول وفاكاش 61 مشاول شركات أخرى و50 سيتم إطلاق خدمتهم في أقرب الأجل وقالنا 882 حالة للوكالة فلوسية لم يبدو استجابة ديالهم لانضمام إلى شركة تحويل الأموال مطالبين بالإدماج في الوظيفة العموية 82 من هذه الشباب ما بغينش يدخلوا في هذا الإدماج العملية بغينش يشتغلوا في الوظيفة العموية وفي الأخير المصالح ديال الوزارة الأنكت عمل جاهدة بتنصيق مع الجهات المعنية وطلبنا بس وزارة العدل تفتح تحقيق في الموضوع بس تراعي المسؤوليات لجميع الأطراف هذه القادية الحقيقة المؤلمة كلمة لكم سيد نائب المحترم للرد بسم الله الرحمن الرحيم شكرا سيد الرئيس بداية أنك شكرا سيد الوزير على الصراحة التي تكلمت بها مسؤولية وزارة تشغيل سيد الوزير تابتا في الموضوع للأسف لحد الآن الوزارة مفتحت الحوار المطلوب لدينا نموذج أربعات الطلبات للحوار مع وزارة تشغيل مؤشر عليها في البرو دور درد الوزارة لا زال لا تفتح هذا الحوار والوزارة في شخص لانا بيك عقدات اتفاقية شاركة مع الأخير وبالتالي دور الوزارة في التدخل لحل المشكلة مع الشركة لم تقام بالدور المطلوب بمك المغرب المقترح الذي قام به قام به بدون الاستشارة مع الأطراف وإلا الحل الوفاكة شرى فيه نوع من تحايل السيد الوزير وكان فيه عدد من الضغط والبتزاز من هذه الناس وإلا ربعاء مؤخرا غلقوا ربعاء غيف هاد الأيام القليلة الآخرة غلقوا والأرقام خصة واحد شوية دي المراجعة لأن حتى فصيغة الوفاكة السيد الوزير من قبل كانوا عندهم ثلاثة الخدمات فعطت ناشة التي تعهدت بها الشركة أعطتهم ثلاثة الآن مع ووفاكة أعطتهم خدمة وحدة وبالتالي ذك شيء كان موعود به لم يتحقق للأسف في المرحلة السابقة كانت الوزارة في تحت ثلاثة انتع جلست الحوار معهم وبالموازات معها درت ثلاثة ديال الطلابات على أسس أن الناس اقتحمت وتسعود منهم الآن متابعين كانوا متابعين في حالة اعتقال والآن متابعين في حالة صرح أخطر ما كينسيد الوزير في الموضوع وهي أن الوزارة أو للحكومة الحالية تبنات المقاربة ديال التشغيل الإراضي لكن مع هذه المشاكل اللي كتتكرر في مثل هذه البرامج قضية الثقة والمصداقية كتتفقد لأن دور لانا بيك ونا عندي هنا البروشير ديال تشجيع على فلوسي كان عندها دور في ترياج ديال الميل فات عكس ما تم تصريح به من طرف في مرحلة سابقة وهذه المرة الثانية نحن لك نطقوا هذه السؤال وكذب قاقضي واحد الاتفاقية خاصة ما بين شركة بغاية تعمل واحد العدد الخدمات وناس قبلوا بس يشتكلوا معها في إطار الفرانشيز طبعا الانا بيك والوزارة الدخلت لنعمل المواكبة وتي يظهر لي باللي نقدرون تسألوا على الدور ديال اللوزارة في هذا المجل بالنسبة للحوار نحن مستعدين ولكن ما عندنا حتى مسؤولية قانونية مباشرة فيما حصل عندنا من دون مسؤولية سياسية عندنا مسؤولية كسلطة عمومية نتناقشوا على الموضوع ولكن الحل هو بس القول هاد الناس فين يختموه لأن القول هم نشاط أخر هذا هو اللي مهم شكرا سيد الوزير اشتركوا في القناة